قررت السلطات المغربية على إثر الأخبار المتعلقة بظهور متحور جديد وخطير بشنوب إفريقيا حضر الولوش إلى التراب الوطني على مواطني هذا البلد وعدد من البلدان الأخرى في شنوب القارة أكد على المسافرين القادمين من هذه البلدان أو العابرين لها وأوضحت وزارة واشون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الأمر يتعلق فضلاً عن جنوب إفريقيا بكل من بوتسوانا ونميبيا والسوتو والسواتيني وموزنبيق وزيمبابوي يأتي هذا القرار في إطار التدابير المتخدة للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفي 19 ومواجهة تدهور الوضع الصحي في بعض البلدان كما تقرر تعليق رحلات البحرية مع فرنسا في كل الاتجاهين ويصي هذا الإشراء اعتباراً من يوم الأحد الثامن والعشرين من نوامبر على الساعة 11 و59 دقيقة ليلاً كما تم اتخاذ القرار بعد ظهر أمس الجمعة من خلال مذكرة صادرة عن إدارة البحرية التجارية تابعة لمزارة التجهيز والنقل واللوجيسيكا سيتم اختار مختلف الموانئ وشركات النقل البحري ولا سيما تلك التي تؤمن رحلات الرابطة بين منع طنجة المتوسط والناظور بموانئ ست ومرسيليا